بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد مكان وعدد ما سيكون وعدد الحرقات والسقون أنا برحب بيكم جميعا يا رب دايما تكونوا في أفضل صحة وحال ودايما موفقين وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبدع عنكم المرض والبلاء بشكل عام إن شاء الله طبعا إحنا حلقتنا النهاردة مميزة جدا وحلقة يعني المفروض إن كل فيها كل اللي بتفرج علينا دلوقتي يركز معانا في كل كلمة هنقولها لأن كل الكلام اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هينفع الأطفال وهينفع القبار وهينفع الشيوخ الناس الكبيرة وهينفع الأمهات وهينفع كل الفئات بشكل عام طبعا إحنا بنسير الوضع الحالي فعشان خطر كده احنا النهاردة هنتكلم معاكم عن موضوع الفيروسات وتقوير جهاز المناعة طبعا انتشر في الفترة الأخيرة موضوع فيروس كورونا وفيروس كورونا في العالم كله والدنيا كلها تقلبت على فيروس كورونا واحنا هنا عنده في مصر بقت الناس تخاف من بعضيهم مجرد ما واحد يغطس في الشارع بقى ده عنده فيروس كورونا مجرد ما واحد يبقى عنده شوية بردة أو عنده مشاكل في العظم أو صداع بقى ده فيروس كورونا وبقت المشاكل كبيرة جدا جدا بس اللي انتم مش تعرفوه ان الفيروس ده عندنا هنا لا يتعدى نسبة الـ 2% أو 3% يعني الانفلوانزة الموسمية تقريبا أشد من فيروس كورونا خصوصا كمان يا جماعة ان احنا هنا في يعني كدول اللي اختلف تماما عن دول شرق اسيا لان دول شرق اسيا بعتمدوا اعتماد تام وكامل على موضوع العصير المصفى والخضروات المصفى يختلفوا تماما عننا ان احنا بنستخدم كل النباتات وده هنتكلم فيه كمان شوية وهاناعرفكم ده بيبقى عبارة عن ايه بالظبط لكن النهاردة انا جاي اتكلم معاكم عن حاجة اسمها مسببات الامراض بشكل عام ايه هي مسببات الامراض وايه هي المشاكل اللي منكن تحصل من خلال مسببات الامراض طبعا مسببات الامراض اول حاجة هي فيها الفيروسات او الفيروس طبعا الفيروسات دي عبارة عن جسيمات صغيرة جدا الجسيمات دي ممكن ان تصيب البشر او الحيوان او النبات بشكل عام وطبعا الفيروسات دي التكوين بتاعها بيبقى عبارة عن مواد وراثية والنواد الوراثية دي بتبقى عبارة عن حاجة اسمها الحمض النووي ويديه ان ايه طبعا ده بخصوص الفيروسات طبعا الفيروس ده لا يرى يعني مش اي حد كده يشوفه طبعا لازم يكون بتلاشقهم معين لا يرى بالعين المنجردة طبعا الفيروس ده بشكل عام مجرد ان هو بيدخل الخلايا الحية بيبتد يصيب الجسم بشكل كبير جدا ويختلف على حسب نوع الفيروس هل هو الفيروس برد او الفلونزة او جهاز هاضبي او فيروس كابدي او فيروس كورونا يختلف كل الفيروسات بتختلف عن التانية او كل فيروس بيختلف عن الاخر طبعا ده بالنسبة للفيروسات الحاجة التانية من مسببات الامراض اللي بتعمل بشكل كبير جدا حاجة اسمها الجرسيم بس خلي بالك الجرسيم لا تصيب الانسان الا اذا كان الانسان اصلا مصاب بفيروس بمعنى ان الجرسومة او الجرسيم بشكل كبير جدا او بمحتوى كبير ان هو لا يصيب الانسان ابدا غير لو كان الانسان اصلا عنده جهاز المناعة ضعيف فعشان خطر جهاز المناعة بتاعك بقى ضعيف وما عندكش الجيش اللي هو يحارب ضد الفيروسات والميكروبات والبكتيريا والكلام ده فهيبتد الجرسيم كمان تشغل معاك بشكل كبير جدا برضك من الحاجات المهمة واللي هي بتسبب او المسببات الامراض بشكل كبير فيه حاجة اسمها الفطريات والفطريات دي جماعة والفطريات طبعا عبارة عن حاجات بتبقى موجودة بشكل كبير جدا وبتشغل حيز كبير وطبعا الفطريات الادواء اللي هي موجودة عشان خطر تقضي عليها بتسبب اثار جانبية كبيرة جدا هتا الادواء اللي موجودة يعني في الغالب الاثار الجانبية اكتر من المفاول بتاعها اخر حاجة نتكلم عليها هي التفايلات والتفايلات غالبا هي مطسوب الانسان بعد عدوة والعدوة دي بتأثر بشكل كبير جدا على الجهاز المناعة بشكل عام دي كلها اسرار او مسببات الامراض بشكل كبير جدا طبعا الفيروسات هنرجع تاني نتكلم عليها فيه زي ما قلت حضرتك فيروس كورونا وهو منه الحمى والسعال ودي التنفس والاصابة والتهاب الرأوة بشكل كبير ويصدع في المنطقة الامامية زي دي فيه تكسير من العزم وخلام زي كده طبعا الفيروس البرد بيكتلب بيبقى احتقان في الحل ورشح في الانف وحمرار في العين وبيعمل مشاكل كبيرة جدا خاصة بالشكل او بالجهاز العزم بشكل كبير طبعا الفيروسات بيبقى ارهاق وخمول في الجسم زي التكسير في العزم زي ارتفاع في درجة الحرارة ومشكلة او فيه جفاف بيحصل باستمرار معك في الحل فيه بردك فيروس اسمه فيروس الجهاز الهضمي وهذا الفيروس بيصيب منطقة البطن والامعاء بشكل كبير الامعاء القليزة وبيعمل انتفاكات وممكن يعمل اسهال او بيسبب تقلصات وانتفاكات وغازات بشكل كبير جدا طبعا الكلام ده كله عشان خاطر ان احنا يعني نهتم به وان هو يجب معنا النتيجة او اللي احنا هنتكلم عليه بقى اللي هو يحارب معنا عشان خاطر نبني جيش قوي احنا النهاردة عاوزين نبني جيش قوي الجيش القوي ده يكون وظفته الوحيدة ان هو يحارب اي عدوه طيب ازاي الجيش القوي ده احنا هنبنيه عشان خاطر نبني الجيش القوي ده لازم اهم حاجة ان احنا نمده بالمدد بتاعه المدد بتاعه اللي هو كل ما يقوي الجهاز المناعة بشكل كبير كل ما يقوي جهاز المناعة كل ما انت بقى جهاز المناعة بتاعك كبير كل ما بقت العدوى بالنسبة لك قليلة او اعتمشي وراء الحاجات اللي انت ممكن تسمحها ان انا دلوقتي ممكن اروح اجيب كمامة او ان انا اجيب شركة معينة تيجي تنظف لبيتي او الكلام ده كله تقريبا او في الغالب شكل كبير جدا تجاري لان يا جماعة موضوع الفيروس ان هو بنتقل من مكان لمكان الفيروس ده موجود في بيتك موجود على رموط التلفزيون موجود على اقرة البام موجود في هدومك موجود في الساعة اللي انت لابسها موجود على الموبايل اللي انت بتحطه على ودنك الفيروس موجود في كل حاجة الفيروس موجود بعدد يفوق الملايين لكل شخص في كل مكان هتا من اداب النوم كان الرسول السلام حدثنا عليه وقال ان لازم قبل ما ننام ننفض الفراش بتاعنا كذا مرة عشان قطر لو في فيروسات متراكمة برضك من الصلاة من حاجات المفيدة جدا ان انا كل ما اتوضى واغسي الايدي وانفي واؤني والكلام ده كله ان انا لو في اي بكتيريا ضر او في اي فيروس عندي بشكل عام مش بتكلم على كورونا كمان يعني انا بتكلم على الفيروسات كلها طبعا الحاجات ده كلها جميلة جدا فعشان خطر كده انا بقولك ان فيروس كورونا او اي فيروس في الدنيا ممكن ينتقل عليك عن طريق لمسة الايد عن طريق النفس عن طريق ان هو اديك حاجة تبادلت فيها معلقة قباية طبق انت عند الحلاء ده كله بنتقل الفيروس من خلاله لكن مش شرط اللي هو ان احنا نمشي وراء المهاطرات الكبيرة واستغلال التجار في الفترة اللي احنا شايفينها ديت وفعلا يعني هتا كمان ان الكمامات ديت اللي هي موجودة عندنا هنا مش كلها طبعا بنسبة كبيرة جدا غير مطابقة ان هي يعني تحميك اصلا من الفيروس زي ما انت متخيل ولكن اللي يحميك اكتر من الفيروس ان انت ازاي تقوي جهاز المناعة بتاعك لانك انت لو قويت جهاز المناعة بتاعك انت هتبقى زي الفل وصدقني ما فيش اي حد هيقدر عليك ابدا فعشان قطر احنا النهاردة هنتكلم في النباتات الطبية بشكل كبير جدا وايه اللي يقوي جهاز المناعة معنا هنبتدي اول حاجة بحاجة اسمها الطمر طبعا الطمر ده يا جماعة الرسول على السلام عن سيدنا عائشة رضي الله عنه قالت في الطمر ده كلام جميل قوي قالت ايه في الطمر قالت بيت اللي طمر في جيعا اهله وفي حديث تاني قالت بيت اللي طمر في اوجاعا اهله طبعا الطمر ده يا جماعة من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها بشكل كبير جدا اولا ابن القيم قال ايه على الطمر ده ابن القيم اتكلم عن الطمر ده وقال ان هو الطمر ده اقصد الصمار تغزية للبدن لما فيها من الجوهر الحارة الرطب واكله على الرئي يبطل الدود ويقلله وهو فكهة وجزاء ودواء وشراب وحلوة ده كله عن الطمر طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم مع سيدنا مريم مع ستنا مريم قال بسم الله الرحمن الرحيم هزي قال هزي إليك بجزع النقل وهزي إليك بجزع النقل تساقط عليك رطبة مجنية فقلي واشربي وقري عينة وقري عينة فأهم حاجة يعني إيه قر عينة دي يا جماعة إن الطمر ده فيه سبحانك يا رب كل ما تتخيلوه من مكملات غزائية فيه كالسام وفيه البوتاسيوم بشكل كبير جدا يعني معنى كده إنه هو مفيد بشكل كبير أو للقلب وعلى فكرة النسبة السوديوم اللي موجودة في البلح أو في الطمر بشكل كبير نسبة قليلة جدا يعني كمان مفيد جدا للناس اللي هم بيعانوا من مشاكل الضغط المرتفع أو الصلبات الشريادية أو الناس اللي هم دايما بيعانوا من انسداد الشريين بشكل كبير لي يا جماعة لإن الطمر ده سبحان الله السكر اللي فيه سكر أحادي مجرد إن انت تاكل الطمرية تتنقل من الفم للدم كل العشر دقيق وكمان فيه أبحاثة عملت عن الطمر إن الطمر مفيد لمرضى السكر إنه هم لو أخذوا منه بعض الحبات يوميا كل يوم طبعا الطمر كمان يا جماعة إذا أكل الإنسان كل يوم 100 جرام من الطمر طبعا المت جرام من الطمر دول يحتوي على 8 معادل أساسية لجسم الإنسان الجسم الإنسان محتاجهم بنسبة كبيرة جدا وبرضا بيحتوي على 5 بيتمينات الإنسان محتاجهم بنسبة كبيرة جدا وبرضا الطمر بيحتوي على 12 حمضة أميني الإنسان محتاجهم يوميا بنسبة كبيرة جدا وفيه مواد مليئة اللي هي الألياف اللي احنا نتكلم عليها وفيه مواد مهدئة وبردك الطمر يا جماعة بيعمل أو بيقي من فقر الدم بشكل كبير وزي ما قلت لحضراتكم انه هو بيقي من مشاكل الضغط انه هو بيخفض الضغط بشكل كبير جدا وفي لفس الوقت بيعين على التقام القصور اللي موجودة خاصة بالعظام لانه هو بيحتوى على نسبة قلسة معالية كبيرة جدا وهو ملين ومهدئ وخلي بالكم عندنا خمسين مرض بيعملوا امساك لجسم الانسان او بيعملوا امساك بشكل كبير جدا او بيصابوا الجهاز الهضم بشكل كبير جدا وانه الطمر عندنا ملين طبيعي وفي لفس الوقت فعال جدا للناس اللي هما بيعانوا من مشاكل الامساك بشكل كبير برضك الطمر الألياف اللي فيها جماعة بتعين على حرقة الأمعاء وفيه مواد بتمتصق قلسطرول الضار والألياف دي بتقاوم بتقاوم الامساك زي ما قلتوا حضراتكم وبتقاوم الدهون اللي هي بتسد الشريان التاج اللي أنا قلتوا حضراتكم عليه وزي ما قلتوا حضراتكم انه هو كامل متكامل من كل حاجة وسبحان الله يعني شوف احنا دلوقتي هيجي واحد يقولك ده الخفافيش سكلة في الطمر وان الخفافيش ديت مجرد ان هي تبقى موجودة في الطمر فالكورونا هتتنقل عن طريق الطمر طبعا بإجماع كل الأطباء في العالم كله من نظمة الصحة العالمية قالت ما فيش اي خف ابدا من الطمر خصوصا في الايام المفترجة اللي احنا فيها دي وفي نفس الوقت ان الطمر ده بس كل الاحتياطات اللي هم قالوا عليه ان انت من قد تخسله انا بقى هقولك على المفاجأة كمان اللي في الطمر الطمر لا يقبل اي تلوس نهائي خالص ولا عمر ابدا ان فيه جرسين ممكن تعيش فيه خالص ده ايه ليه حضرتك لان السكر بتاع الطمر بيقضي تماما على كل المشاكل اللي هي او بتقاوم الجرسين بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت ان الطمر ده سبحان الله يذهب الدأ اللي هو المرض ولا دأ فيه يعني سبحان الله طبعا ده من النباتات المهمة جدا اللي احنا لازم نتكلم عليها وعلى فكرة يا جماعة الطمر ده لو اتاخد بمعدل كل يوم ثلاث طمرات يوميا ده ينزل الوزن ما يزودوش لان الالياف اللي موجودة فيه بتحسسك بالشبع وبتملل معدى معك وفي نفس الوقت برضا قام مرطب معك للكبد من حاجات ممتازة والجميلة جدا اللي احنا ممكن نتكلم عليها وهو من اقوى الاشياء اللي احنا ممكن نتكلم عليها النهاردة قام قوي عامل جهاز المناعة والرسوع السلام في حديث صحيح قال من تصبح بسبع طمرات عجوة لم يصبه مس ولا سحر في يوم هذا طبعا ده وكان من اكلات او من غزاء الرسوع السلام ان كان يوميا على الريق بياخد كل يوم ثلاث طمرات وان الطمر ده مفيد بشكل كبير جدا للجسم بشكل عام وان الطمر زي ما قال ابن القيم عليه فهو غزاء وفكهة ودواء وهو مفرح مع المفرحات وهو حلوة مع الحلوة وهو كل شيء يا جماعة منكم تتخيلوا والقليلة من الطمر دواء والكثيرة من الضمر غزاء يعني الناس اللي هما كمان بيعانوا من مشاكل النحافة والضعف العام والخمول والارهاق والكلام ده كله الطمر ده مفيد لهم بشكل كبير جدا والطمر يا جماعة لو احنا جينا نتكلم عليه كحلقات مش هنكفي ولكن دي لابزة بسيطة خالص عن الطمر ولكن الطمر تصنع منه كل ما تتخيلوه من الطمر اللي بتفيد الجسم بشكل عام مربى الطمر ودبس الطمر كمقوة عام ونشط للدورة دموية ومفيد لكل حاجة انت ممكن تتخيلوها انتشر في الفترة الاخيرة ان فيه نبات مهم جدا النبات ده يا جماعة اسمه الحرمل نبات الحرمل ده يا جماعة ايه وظفته في الجسم او هو بيعمل ايه نبات الحرمل ده مفيد جدا للقلب بشكل كبير جدا ومعالج للددان الشرطية وفي لفس الوقت مفيد لصحة المرأة بشكل كبير خصوصا ان هما بيعانوا من الالتهابات الالتهابات بشكل عام وفي لفس الوقت مضاد لكل الماقربات اللي موجود بشكل كبير جدا ان هو بيأثر وبمنع وجودة بكتيريا والفيروسات والطفيلات بشكل كبير قوي وفي لفس الوقت يا جماعة ان هو مفيد كمان للصحة الجنسية مقوى الجنسي ممتاز قوي وفي لفس الوقت مفيد جدا للجهاز الهضمي ومفيد جدا للجهاز العصبي وفي لفس الوقت منشط للزكاء والزاقرة وبردك الحرمل ده يا جماعة لو احنا استخدمناه في بيوتنا كاب خور بقرنا بالبيت تخيل ان ان انت بتغير به اجدو بتاع المكان كله وابتقي البيت او مكانك او شقتك من كل الجرسيم او الطفيلات او البكتيريا او الفيروسات اللي هي موجود فيه والحرمل ليه فوائد كبيرة جدا لان هو برضك مخفض للضغط وفي لفس الوقت بينزل كل السرور للدار اللي موجود وفي لفس الوقت اكتر حاجة بتقدى على الدنان بشكل كبير اوي طبعا الحرمل ده فوائده لا تعد ولا تحصى وفي بعض الدول العربية حاليا بدأوا يستخدموه كتبخير للاماكن ان هو كمطهر او معقم للمكان بشكل كبير اوي برضك من الحاجات اللي احنا تكلمنا عليها كتير قبل كده ولازم نتكلم عليها تاني النهاردة نافذة بسيطة خالص حاجة اسمها الحب السوداء الحب السوداء دي يا جماعة الرسول على السلام يتكلم فيه وهو قال فيه ان فيه شفاء من الناس من كل ده الا السام والمقصود بالسام هنا اللي هو الموت وطبعا الحب السوداء هتكلم فيها من يم الفيروسية هو اول حاجة مضادة كل التراصيم والالتهابات بشكل كبير جدا وطبعا بينصح باستخدام الزيت بتاعه لان الزيت بتاعه بيبقى فعال بنسبة كبيرة قوي طبعا في نفس الوقت الحب السوداء خفض للقلسترون الضارة اللي موجود وموسع للأوعية الدموية وفي نفس الوقت معالج الالتهابات الحل بشكل كبير والالتهابات اللي هي موجودة في الصدر او الرأة وفي نفس الوقت برضك طارد لكل السموم ومفلطر للسموم اللي موجودة في الجسم وفي نفس الوقت بيساعد على التخلص من الإدمان وبيساعد برضك على زيادة الزكاء والزاقرة وفي نفس الوقت هو بيساعد كمان ان هو بيعزز الصحة الزهنية او العقلية وبيعزز صحة الجسم بشكل كبير جدا ومن الحب السوداء استخدامات كتير قوي من ان هو مفيد جدا للجهاز الهضمي ومفيد للكابت بشكل كبير ومفيد جدا للكلية بشكل كبير قوي وفي نفس الوقت برضك الحب السوداء استخداماتها لا تتخيلوها للجلد والشعر والبشرة خصوصا الناس اللي هما بيعانوا من مشاكل في حب الشباب او النمش او الكلف او الناس اللي هما بيعانوا من مشاكل التجعيد او تسقط الشعر او الصلع الوراسي او الحاجات دي كلها ده كل الحبة السوداء طبعا بتشارك فيه بشكل كبير زائد كمان ان الحبة السوداء دي يا جماعة تصنع منها النهاردة كل ما تتخيلوه من مرباط لزيوت لكل حاجة مفيد جدا للعقم عند الرجال مفيد جدا للعقم عند النساء مفيد جدا لطنشيط المضايد مفيد جدا للصحة او الجسم بشكل كبير جدا ولو استخدمنا زيته ان هو بيساعد على تخليص الجسم او الجلد من الرطوبة اللي موجودة فيه وبينعم الجلد بشكل كبير وهو برضك من الحاجات اللي احنا منكن نستخدمها للجيوب الانفية كتبخير او تبخير للمكان ان هو بيقم من الفيروسات والبكتيريا والميكروبات اللي موجودة عندنا بشكل كبير خالص ده كل موجود عندنا في الحبة السوداء لان الحبة السوداء كما قال الرسول السلام عليها ان هي فيها شفاء للناس من كل ده الا السام طبعا الحبة السوداء كمان ان انا منكن استخدمها ستنشاك كمشروب بس انا هنا بقى انا باستخدم الحبة السوداء ازاي لان انا فيه ناس كتير جدا بسمحهم يجيوا قلولي ايه احنا بنستخدم الحبة السوداء معلقة الصبح ومعلقة بالليل بنستخدم الحبة السوداء بطحانها وبعدها بيومين ثلاثة احطها العسل للنحل طبعا ده كل قاطئ الحبة السوداء اقصى حاجة فيها ان انا هاخد جرام منها الصبح وجرام بالليل انا عاوز اطحانها وحطها العسل للنحل يبقى هاخد منها قبل ما احطها العسل بحاجة بسيطة جدا هقوم جاي ايه ضيفها على العسل مباشرة برضا من حاجات الجميلة اللي احنا اتكلمنا فيها بس اكون نبزة بسيطة فيها عسل النحل كمقوة عام لجهاز المناع ومنشط للدورة الدبوية في الجسم وطبعا افتكروا اللي بنقايم اتكلم عن عسل النحل ده لو انتو تفتكروا معايا وقال ان هو دواء مع الادوية وغذاء مع الاغذية ومفرح مع المفرحات وطلاق مع الاطلية وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني ميز النحل في كل شيء وانه طبعا النحل دوت مفيد للصحة الجسم بالكامل واقوى حاجة للحل والورقتين ومفيد جدا للبلغة ومفيد جدا للجهاز الهضمي حتى بيعمل طبقة عزلة قصة بالجهاز الهضمي بيبقيك من القرح او المشاكل اللي هي بتخص الجهاز الهضمي بشكل كبير جدا مفيد جدا لخصوصا للفيروس الكبدي او مفيد جدا لتشمعات الكبدي بشكل كبير اوي وفي نفس الوقت بربك عسل النحل يا جماعة ملوش اي اضرار تماما غير العسل اللي هو المصنع المخشوش اللي هو ممكن يرفع نسبة السكر في الدم ولكن لو عسل قويس طبعا ده بينتج حاجة اسمها الجيليكوز اللي بينتجه الأنسولي للجسم وده من الحاجات الممتازة جدا والجميلة اول اللي احنا لازم النهاردة نستخدمها كمقاوة عام ابسط حاجة عندنا ان احنا ممكن ناخد منه كل يوم الصبح معلقة عريقة على قبات مية ونشربها على طول من الحاجات الجميلة جدا طبعا فيه نبات تفتكره احنا اتكلمنا عليه في حلقة العسل اسمه البروبليز البروبليز ده يا جماعة وظفته للخلية زي ما قلتلكم زمان قبل كده ورجعوا الحلقات ده على اليوتيوب هتلاقوها ان البروبليز ده وظفته ان هو بيسد الشقوق عشان خاطر الفيروسات والميكروبيات والجرسين ما تدخلش الخلية يبقى معنى كده ان البروبليز ده من اقوى الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها من منتجات العسل خاصة بمشاكل الفيروسات والميكروبيات والتفايلات بشكل كبير اوي او اللي هي مسببات الامراض وممكن نستخدمه كذا طريقة ممكن ناخد منه حاجة بسيطة خالص تحت لسنة وممكن نستخدمه عن طريق العسل النحل وممكن نستخدمه غرغرة وليه كذا استخدام بشكل كبير برضك من حاجات الجميلة اللي هي بتقوى جهاز المناع ومنشط للدورة الدموية ومن حاجات الممتازة جدا اللي احنا عاوزانها اليومون دول حاجة اسمها البامونج ولو تفكروا انا قلتلكم قبل كده ايه على البامونج ده انا قلتلكم قبل كده على البامونج ده انه هو في المانيا معمول هو الشاي القومي او الشاي الرسمي في المانيا فويده لا تعدى ولا تحصل درجة انه هم يا جماعة بقى يستخدموا بيه تنظيف الاواني وبيستخدموا بيه تنظيف الخزانات الكبيرة وبيستخدموه في مية الاستحمام في المانيا وهو مشهور اوي انه هو الشاي القومي او الشاي الرسمي ألمانيا طبعا البابونج دіти جماعة بيعالك كل الأمراض الشهيرة أو الأمراض اللي معروفة بشكل كبير جدا والبابونج ديوات مسكن ومهدق ومسكن قوي جدا ومهدق ممتاز جدا ومنوم للأطفال ومهدق للقبار ومفيد جدا للإكتئاب الناس اللي هم عندهم اكتئاب ومفيد جدا لعلاج البرد والنزلات والكلام ده كله وفي لفس الوقت مفيد جدا للمشاكل الخاصة بالالتهابات الألتهابات الرقوية بشكل كبير وفي نفس الوقت بيعالج كل مشاكل القلب والأوعية الدموية بشكل كبير جدا وبيقاوم الخلايا السراطنية اللي هي موجودة في أنحاء الجسم بالكامل ده كل موجود في البابونجو من حاجات الجميلة جدا طبعا برضك من حاجات الممتازة خالص اللي احنا لا ننساها أبدا بالنسبة لموضوع الفيروسات النهاردة اللي هو لو تفتكروا يا جماعة التوم أنا اتكلمت عليه في حلقة كاملة عن التوم واتكلمت عليه وقلت التوم ده بيعمل ايه بس أنا هقول لك النهاردة التوم ده خصوص الفيروسات انه هو بيقتل او هو اقوى حاجة فعالة في قتل الالتهابات اللي هي اقصر شيوعا وموجودة اللي هي في الرأة بخصوص وفي نفس الوقت مضاد لكل الفيروسات وعلاج التهاب العين وعدوى الأزن ده كله في التوم زاد انه هو طبعا كمقوع عام ومضاد للأكساد ونشط للدورة الدموية وممال الدم ومن حاجات الممتازة جدا برضك من حاجات الجميلة اللي احنا مش عاوزين ننساها ابدا النهاردة الزنجبيل يا جماعة افتكروا الزنجبيل ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده كتير وقلنا انه هو ليه القدرة او انه هو يعني هو افضل حاجة بيعزز الجهاز المناعي اللي موجود عندنا وبيقسر السموم في اجهزة الجسم بالكامل وبيساعد على تطهير الجهاز اللي هم فوي بالذات وفي لفس الوقت مكافح للعدوى وما تنسوش ان التوم ده من مميعات الدم ومن الحاجات اللي بتقلل ضغط الدم لانه هو بيعمل عملية توسيع للأوعيات الدموية وبينزل القولسترول الدار اللي موجود وفي لفس الوقت مفيد جدا للتصالبات الشريانية والدهون السلسية وفي لفس الوقت مفيد جدا للامعاء او القولون او الام القولون بشكل كبير قوي طبعا كل الحاجات دي من الحاجات الجميلة اللي احنا اتكلمنا عليها ولكن مش عاوزين مش عاوزين ننسى حاجة النهاردة طيب معانا فاصل وهنرجع تاني بانه موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم مرة تانية بنتكلم معاكم عن تقويل جهاز المناعة وازاي ان احنا نقل نفسنا من كل الفيروسات والميكروبيات والبكتيريا والتفعيلات اللي موجودة عندنا وازاي ان احنا صحتنا تبقى افضل من كده وازاي ان احنا نفضل دي من بعيد عن اي مرض ان شاء الله طبعا ضمن الحاجات المهمة جدا اللي اتعمل عليها ابحاث وده يعني حاجة قطيرة جدا الليمون عارفين يا جماعة الليمون ده ايه اللي حصل فيه الليمون ده شركات الادوية خبت عن كل المرضى ان فوائد اشر الليمون نفسه اقوى بكتير جدا او بتساوي عشر اضعاف فيدة عصير الليمون والاشر ده اقوى حاجة في القضاء على القلايا السرطانية بشكل كبير جدا بعشرة اضعاف العلاج الكمامون وبرك من ضمن الابحاث اللي اتعملت يا جماعة على اشر الليمون دوت ان هو بيقضي على كل الخلايا السرطانية ويقوم العلاج الكماموي نفسه بالتأثير على الخلايا المريضة فقط طبعا اهم حاجة في الليمون دوت يا جماعة ان هو بيحارب كل انواع البكتيريا والطفيلات والفيروسات اللي موجودة بشكل كبير جدا ده كله في اشر الليمون انا بنصح اي ام او اي حد في الدنيا يجيب الليمون دوت يقطعه يخلي الاش بتاع ده موجود في الفريزر يستخدم دايما اشر الليمون دوت على كل الفكهة يعني مثلا هو بيعمل فكهة حط ليمون وهو بيعمل لحمة حط ليمون وهو بيعمل رزو حط ليمون وهو بيعمل اي اكلة في بيته لازم يحط عليها اشر الليمون لان اشر الليمون ده اقوى واكتر بكتير جدا ما يعادل عشر الاف ضعف صمرة الليمون او عصير الليمون نفسه اشر الليمون ده الوحيد اللي هو بيحارب كل القرايا السرطانية اللي موجودة بشكل عام في الجسم بالكامل طبعا من ضمن الحاجات اللي هو بيقضى عليها الفطريات والتفايلات والديدان بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت دي كلها الأبحاث اللي تعاملت عن الليمون بينظم الدورة الدموية كذلك يقوم بمقامة الاضطرابات العصبية والنفسية طيب صمرة الليمون بقى نفسها يا جماعة بتعمل ايه صمرة الليمون دي بتحارب كل الأمراض المعادية اللي موجودة اللي انتم منكم تتكيلوا ده انا هقولوك كمان الليمون ده احنا هنعمل في اي تادي طبعا شرب عصير الليمون ده مفيد جدا لمرضى اللي هما بيعانوا المشاكل للقلب لانه هو في نسبة بوتوسيوم عالية فبالتالي انه هو بيخفض الضغط المرتفع وفي نفس الوقت برضك يعني بيوسع الاوعية ده مفيد بينزل الضغط ومفيد جدا خاص بالكوليسترول او سيرم الدم العين برضك هو اقوى حاجة كمهدق طبيعي بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت لو انا جيت التدخت بدبور او اي حاجة في ايده وحطيت عليها نقطة من عصير الليمون ده بيخف القلم على طول وفي نفس الوقت لو انا جبت عصير الليمون ده حطيت عليه البابونج حطيت عليه زهرة الليمون زهرة البابونج وزيت الزيتون بفتت فيه كل حصوات المرارة بشكل كبير جدا يبقى الليمون مع زهرة البابونج مع زيت الزيتون يفتت حصوات المرارة وفي نفس الوقت يقوي الجهاز المناع ونشط دورة دموية في الاسم لو انا اكدت مع عصير الليمون بعض من القرقم البسيط مع عسل النحل كمشروب يومي في اليوقف كمشروب يومي من حاجات اللي هي بتزود أو بتعزز جهاز اللي بلاها عدك بشكل كبير زاد كبير اللي هو كمضاد للأجسادة ومن الحاجات المفيدة جدا طبعا كمان الليمون بيوقف نزيف الدم بشكل كبير ومن ضمن فوئي دي الليمون للجسم ان هو مفيد جدا لمشاكل الشعر والبشرة بشكل كبير لان انا بستخدمه قططير ومعاكم للبشرة وللجلد بالكامل ومن الحاجات اللي هي بتقدي على قشة الشعر تماما لو انا استخدمت مية الليمون لوحدها او لو انا استخدمت عصير الليمون على مية سكنة كل يوم الصبح ده اقوى حاجة بتتنشط بيك كليتين بشكل كبير جدا وطبعا الليمون ده سبحان الله هو صيبالية ربانية كاملة وفعلا سبحان الله يعني فيه مثل شعب اجنابي كده كانوا دايما يقولوهن يعني ازاي ان العرب بيعانوا من الزكام والبرد وعندهم صمرة الليمون سبحان الله يعني طبعا الليمون ده زي ما قلتوا حضراتكم اللي هو مكافح للالتهابات ومضادة حيوة فعال وفي نفس الوقت مضاد للسرطان ومضادة للأكسادة الشيخوكة وقابية منع الشيب المبكر ده كل الأبحاث اتعاملت على التوم طبعا التوم ده من الحاجات اللي هي المقوية الممتازة جدا طبعا من الحاجات برضك اللي هي بتقوم بهذه المناعة وبتنشط الدورة الدموية واكتر حاجة بتقدع الفيروسات خصوصا يعني او بتقلم من نسبة الفيروس بشكل كبير جدا وخصوصا فيروسات الكبادية اللي هو البصل البصل ده يا جماعة اتكلمت برضك عنه في حلقة كاملة بس انا هديك الحتة اللي هي بتاعت اللي هي الفيروسات والتفايلات ده لو اتعامل منه كل يوم اتبشر واتخذ العصيرة بعد ما اتبشر يعني اتفرم كده واخدت منه معلقتين من العصير بتاعه على معلقة عسل نحن من الحاجات اللي هي بتقتل كل حاجة في جسمك وفي نفس الوقت مميع على الدم وفي نفس الوقت مقوة عام ومضادة حاولة جسم بشكل كبير جدا ومعانا هيام اتصال وعليكم السلام فضالي ايوه ايوه فضالي بس حضرات يعني ايه مش عارفة ومعانا عندش مناعة مناعة تخضع ممكن اعصول تعبير اقل حاجة اخد شوية وطلع راح الحضانة مثلا في دقيقة وفي شوية هوا راح الحضانة جايله برد عطول تمام وعطول عرض مثلا سخونية اوه من اقل حاجة عملت له اي تحليل؟ عملت له اي تحليل ايوه ايوه ايه اللي فيها؟ اللي هو ما عمدهش مناعة اه لانه في الشعب هو كان صغير فقد خذت مضاعة الميت مضاعة حيوة كبيرة الانيميا عنده اخبارها ايه؟ الانيميا كان عندي نسبة انيميا ونسبة املاح ودتي دور الاملاح ولا الانيميا طيب والحمد لا معدش عنده انيميا بس هو يعني اقل حاجة بتأثر فيه طيب مش خليك معايا سوزا هيام هارد على حضرتك طيب بصي هو اول حاجة لازم بالنسبة للاطفال بالذات وخصوصا الناس اللي هم يعني بيودة اطفالهم الحضانة وكايفين عليهم او المشاكل الكبيرة ديت او المناعة او ان الطفل ما بيقولش الكلام ذاك اول حاجة افضل ما يكون ان الدواء جزاء والجزاء دواء ده افضل حاجة لازم انا استخدمها او ان انا استخدم الدواء بتاعه من داخل الوجبة الجزائية بتاعته لازم الوجبة الجزائية بتاعته يكون فيها كل المكونات اللي الطفل محتاجها من بروتينات لكربوهيدرات لاملاح لفيتامينات كل الكلام ده لازم يكون موجود داخل الوجبة الجزائية عشان خطر الطفل يبقى عنده طاقة وبور وما يعنيش من مشاكل فقر الدم او الانيميا او ان هو يكون عنده ضعف عام او كلا طبعا ده أنا هستخدم لها أول حاجة طبعا كل يوم الصبح لازم يأكل معلقة عسل على نص قبة مية ده هتشيل كل التراصبات الضارة اللي موجودة عنده وفي نفس الوقت لو فيه عنده مشكلة في الددان أو الكلام ده أو عنده مشكلة خاصة بالطفيلات بشكل كبير فدي حاجة جميلة جدا بالنسبة ليه ده رقم واحد رقم اثنين برضك لو أنا جبت له شوية مقصرات عشاء خطر وإن أنا أقوى عنده جهاز المناعة زي اللوز وعين الجمل والبندق والكاجو على شوية عسل قد نص كيلو عسل ده برضك من الحاجات المقوية بالنسبة للأطفال وفي نفس الوقت بيعزز المناعة بتاعتهم جدا وفي نفس الوقت أقوى مكمل جزائي بالنسبة لهم وفي نفس الوقت بيمنع عنهم أي شوادر خاصة بالانتقال للأمراض بشكل كبير جدا طبعا ده من الحاجات الممتازة اللي هي خاصة بالأطفال ولكن هو هتنسي أبدا أنه لازم تعود الطفل منه هو صغير للخضروات بشكل كبير جدا الطفل يا جماعة تكوينه كله من سن سنة لخمس سنين تقريبا في الفترة دي هو بيكون عليه بعد كده كل مراحل عمره يعني المفروض أن أي أم تاخد بالها من التغذية السليمة الخاصة بأطفالها تهتم بهم جدا لغاية سنة لخمس سنين ويا جماعة أكتر حاجة بتضر الأطفال بشكل كبير جدا مكسبات الطعم واللون والريحة بشكل كبير أنا عاوز أقول لكم على حاجة احنا تكلمنا في ذات الحلقة بس يمكن أنت تكون نسيتوها أحنا تكلمنا عن موضوع الألياف وأن الجسم الإنسان كل يوم محتاج ألياف بالنسبة معينة وأن الطعم رفاق الألياف كويس وبيدي الغرض بالنسبة للإنسان والكلام له ولكن نسينا حاجة مهمة جدا أن العصير المصفة أو كل حاجة احنا بنستخدمها زي دول شرق أسيا الغرب ما فيش حاجة يعني فيه مثل عندنا يقولك ما فيش حاجة من الغرب بتصر القلب أبدا يعني هم مش هيدون حاجة حلوة خالص بالعكس هم بيدونا كل حاجة مش كويسة كل حاجة هتا المرض بينقلوا لني طيب أحنا بقى نعمل إيه عشان خاطر يعني نقل نفسنا من الموضوع ده والكلام ده يا جماعة مهم جدا لازم يعني بصوا تاخدوا بلقوا منه قوي إيه هو؟ أول حاجة أن أي عصير التفحية حضراتك جيبتيها عصارتيها ما لهاش لازمة ما عادش لها لازمة ما لهاش فايدة لها فايدة أن هي تزود الوزن لو أنت بتستخدميها للنحافة لكن أي عصير مصفة ملوش أي لازمة بالجسم ولا هيدة أي حاجة خالص غير أنه يزود جسم الإنسان بس وشاطة ومكان لكن هل هيمس للجسم أو هيدة الجسم الألياف اللي الجسم محتاجها؟ فيش الكلام ده يبقى أنا عند الموز عند الفراولة عند البرتقال عند الليمون عند كل القدروات والفكهة وأجي في الآخر أطحالها أو أن أنا أصفيها في القلط تابو ليه طبعا أنا لما أجي أخدها طبيعية أنا أخد منها كل الفيتامينات والأملاح اللي الجسم محتاجها ومعني هيا باتصال مالو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام يبقى حداتك يا دكتور الحمد لله والله بقولي حداتك يا دكتور أنا عندي ابن سبع سنين أيوة وعنده في المدرسة ما عندوش تركيز خالص وعنده أنيميا تمانية وبتديله حديد على طول ما بيعملش نتيجة يعني بكشف عند الدكتورة بتولي ده عنده أنيميا وبتديني مس على علاج وبعض شهر اثنين أتديله وارجع لأي برضو الأنيميا هي هي طيب حدرتك أنت هسألك سؤال واحد يعني هو طفل حدرتك بيأكل أي نوع من أنواع الخضروات آه بيأكل بيأكل فاكهة كوي يعني يعني بيأكل بيأكل جرجير بيأكل سبانخ آه بيأكل حاجات دي بيأكل خاص بيأكل حاجات دي البنجر أهبره إيه بتحطيه على السلطة بالنسبة له آه بيحط البنجر على السلطة بيأكل كده برضو أفضل العسل السود والتفاح والبتنجان فين الكلام ده يعني الكلام ده بس الكمية قليلة يعني بيأكل كتير بص أنا هقول لحضراتك على حاجة خليك معي واسمعيني أول حاجة جماعة أي حد بيعاني من مشاكل فقر الدم أو مشاكل الأنامة بشكل كبير جدا لازم أول حاجة أي ورقة خضار خضر دكنا أعرف أنها فهى نسبة حديد عليها قوي وخلي بالكو الطمر اللي احنا كنا نتكلم عليه من شوية في أكبر نسبة حديد الجسم محتاجها يبقى رقم واحد لازم طفلك يوميا ياخد من 3 إلى 7 طمرات كسنة وفي لفس الوقت أقوى مكمل غذاء دي ده رقم واحد رقم اتنين لازم تستخدميه العسل السود ولازم تستخدمي عليه الطحينة أو تستخدمي ممكن تستخدمي السمسم على العسل السود عادي ده الزب بتاع السمسم وهنتكلم عليه كمان شوية وممكن تستخدمي مجموعة المقصرات اللي أنا اتكلمت فيها كمقوة عام وتزود الزكاء والزاقرة عند الأطفال وفي لفس الوقت هنضف عليهم 10 جرام على النص كيلو مع المقصرات اللي أنا اتكلمت عليها اللي هو اللوز وعين الجمل والبندق والكاجو هنضف عليها 10 جرام حبة البركة وهنضف عليها 10 جرام مرمارية وهنضف عليها 10 جرام زنجبيل للتقوة الزكاء والزاقرة عند الأطفال من حاجات الممتازة جدا ولكن أنا النهاردة عاوز أقوى جهاز المناع عند الطفل وكلي الأنمية عنده ترفع لازم أهتم بأكل البتنجان مشوه مسلوء أي حاجة أنت عاوز تستخدمي له بعيدة بعد تمام خالص عن العصير المصفى يبدأ عن مقسبات بص يا جماعة الأسباب اللي بتقدي لضعف الجهاز المناع والمشاكل بشكل كبير جدا الحلوات المصلعة مقسبات الطعم واللون وريحة بشكل كبير جدا أي حاجة فيها نسبة صودة عالية أو الميال الجهازية بشكل كبير قوي الحاجات دي كلها بتأثر على الأطفال بشكل كبير فلازم أن أنا أبعد عن كل الكلام ده ولازم أن أنا أهتمن أكتر أن يكون الدوة بتاعها من داخل الوجبة الغذائية بتاعتي كل ما كان الدوة بتاعها من داخل الوجبة الغذائية بتاعتي أنا كده النهاردة يعني أنا بقيت مرتاح أنا النهاردة ليه أروح أجيب له حاجة كمكمل والمكمل أصل موجودة عندي فأنا النهاردة يا أستاذة هبا أنا هستخدم كل حاجة طبيعية موجودة في البيت هديها لطفلي بس بكمية معقولة ولازم أن أنا أكمل كل المكملات اللي عندي الغذائية داخل الوجبة الغذائية ما ينفعش أن أنا كطفل أبتدي أن أنا من هو عمره 7 سنين أدخل جسمه متخلات بتأثر بشكل كبير جدا هتا لو كانت مكملات المكمل ده جماعا أديل واحد عمره 70 سنة هو محتاج ده أديل واحدة حامل محتاج ده أديل واحدة بتردع محتاج ده لكن كلاف ذلك كل المكملات أو الفيتامينات موجودة عندنا في كل الخضروات والفاكهة هو حضر ريك المكمل اللي أنت بتجيبيه أو الدواء اللي أنت بتجيبيه ما هو موجود من ده برضا من الخضرو والفاكهة فأنت حضرك اهتم بالسبانك بالجرجير بالخضروات اهتم بالموز اهتم بالعسل الأصمر اهتم بالبتنجان اهتم بالكلام ده كله الحاجات ده كلها فهي نسبة حديد عليها جدا وإن شاء الله وعمر الله يبقى قويس وبصحة قويسة أمو شايماء معنا السلام عليكم عليكم السلام بزي حضرتك يا دكتور أنا السلام حضرتك لو سمحت يا دكتور أنا حفيتتي أكلتها ضعيفة جدا عمدها سنتين مين تاني كده حفيتك عمرها كام سنتين سنتين اه اه هي أكلتها ضعيفة وملهاش في الحلو يعني ما تضاش بالعسل ايوه اه وبص حضرتك أمامتها تبديلها اللبن بلوم السكر هل تصح ولا غلط لا هو بص حضرتك هي ممكن تبدل هي عمر سنتين يعني ممكن تستخدم عسل دلوقت عادي ما فيش مشكلة يعني احنا ممكن لبدل عسل عليها صح اه عادي ما فيش مشكلة كاستخدام محلاء يا جماعة أنا عاوز أقول لكم على حاجة النهاردة تخيلوا ان الطمر اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية ده النهاردة بتعامل منه سكر دايت لان السكر بتاع الطمر سكر أحادي مش معقد والنهاردة عسل النحل ده من حاجات الجميلة جدا هاته تمشي مع مريض السكر وانا اتكلمت من شوية في الموضوع ده لكن بالنسبة للأطفال انا النهاردة عاوز أعودهم على كل حاجة طبيعية فانا هفضل ان انا استخدم ده من الحاجات الطبيعية ليهم ان انا احط لهم العسل على اي حاجة ده هيكون مقوي اكبر لان فيه فيتامينات ومعادن كبيرة جدا وفيه املاح بشكل كبير وفي لفس الوقت هيفيد صحة الجسم وما تنسيش ان انت لازم تبتدي تديله بعض الوجبات اللي هي تمشي معاها او تتاسب مع عمره اتفضل ماذا مع حضرتك؟ يا دكتور انا عايت تقولي على الاكلات لسن سنتين عشان هي تحب السبانك البنت بتحب السبانك؟ اه بس لا تكلش بطاطس ولا تكلوا حاجات بصي هو ده حاجة كويسة جدا بس انا هقولك بقى يعني الموضوع بشكل كبير اول حاجة لازم اهتم بالبروتين البروتين كله لازم اهتم بيه البروتين النباتي والبروتين الحيواني البروتين الحيواني ده اللي هو البيض اللبن مشتقات اللحوم بأكملها البروتين النباتي اللي هو الفول الحمص العتس كل ما يخص البقليات بشكل كبير جدا القربوهضرات طبعا تفضل اسمعين السلام عليكم القربوهضرات برضك من الحاجات الجميلة جدا اللي الطفل محتاجها بشكل كبير والدهون من الحاجات اللي الطفل برضك محتاجها زي الزبدة او الحاجات اللي هي من قد ناخدها من الفواكه او العسل او الحاجات دي كلها برضك الاملاح والفيتامينات اللي هي الخضروات وفي نفس الوقت اللي هي المقصرات برضك من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا منكم نستخدمها بشكل كبير جدا خصوصا للأطفال أنا معلش يا جماعة أنا بس مش عاوز أخلص الحلقة كده غير لما أخلص لكم موضوع الفيروسات يا جماعة بالنسبة لكم في بيتكم طبعا الفيروس ده منكم يبقى داكن أنا عاوزكم تعودوا نفسكم أنتم في نص الليل حاولوا أنتم تفتحوا الشباك بتاعكم أو باب شاقتك بحيث أن يحصل تهوية للمكان في نص الليل لأن الوقت ده تقريبا أكتر وقت بيكون الفيروس في المكان ساكن يعني تقريبا سهل جدا أنه يقتحم أي حد في لحظة واحدة طول مجهز منعه عنده ضعيف يعني الأماكن المغلقة حاولوا تهويها شوية برضك من الحاجات الجميلة جدا أن أنا أستخدمها في جسيل البيت بشكل كبير جدا أو في الاستحمام كمان هتا زيت القرام في الوزيت النعناع زيت القرام في الوزيت النعناع يا جماعة لو أنا جبت منهم قد خمسة جرام أو عشر جرام على شوية مية أو جرد المية أو حاجة زي كده وأن أنا حطيته على جلدي ده من الحاجات الجميلة جدا يعني أسهل وأسرح حاجة بطاقي الجسم بشكل كبير جدا من كل الجرسيم والبكتيريا الضارة الموجودة واقتحم الفيروسات عليها اللي هو زيت القرامفل وزيت النعناع وبرضا ممكن استخدمهم في مسيح البيت أو الشأل اللي أنا قاعد فيها ده بردك من الحاجات الجميلة جدا كل الحاجات دي أنا بطقيق من موضوع الفيروسات والبكتيريا وبرضا ما تنسوش أننا احنا اتكلمنا قبل كده على القصة الهندي تقريبا الحلقة اللي فاتت وإن القصة الهندي الناس اللي هما بيعانوا من مشاكل التهابات الرئوية أو مشاكل في الحانجرة أو مشاكل في الصدر أو مشاكل في البرد والإنفولونزة كل ده موجود في القصة الهندي ممكن يستخدمه غرغرة وممكن يستخدمه مطحون على العسل نحن ممكن يستخدمه كذا طريقة أنا حبيبها برضك من الحاجات اللي هي لو حصل عندك فيروس أو دور برد أو كلام زي كده هستخدم كل يوم معلقة من زيت السمسم زيت السمسم ده مفيد جدا للعظام بشكل كبير جدا ومفيد للصحة العامة لأنه هو فيه نسبة كالسام علي على فكرة معلقة من السمسم العادي بيعادل سبع قبيات من اللبن تخيل بقى زيت السمسم اللي هو المستخلص بتاع السمسم نفسه من الحاجات المفيدة جدا اللي احنا ممكن نستخدمها للبلغم وتوسيع الشعب الهوائية في حالة وجود برد أو كلام زي كده أصنص النعناع برضك لو أنا استخدمته تحت الأنف بيبقيك برضك من الاتهابات الرأة والحنجرة والمشاكل دي كلها وخصوصا الناس اللي هم بيعانون المشاكل الجيوب الأنفية والكلام ده كلنا معنا اتصال أمل تفضلي معارك عليكم السلام أنا أسألك ما أخيبتو على المكروز السباحي بنتي بقى لك سنتين بتأخذك شؤنة وقليه خماشر يوم وما فيش فعلا تعبانة برضك وبشدك عصابها علي صوتك بعد اذنك بقولك بنتي بتأخذك شؤنة بقى لك بلأ يجي سنتين حقني فيه بتاع المكروز السباحي اه تفضلي فتعبانة ما فيش فعلا عصاب توجعوا على الموت ده مل المتاهب تمام هي عمرها كم حضرتك؟ عندها ستاشر سنة ستاشر سنة وانك حاجة تانية معرفش انا عندي غضروف فحاجة بتشد في دماغك كده في مناخيري انت عمرك كم سنة يا امي؟ عمرك كم سنة؟ انا ربي ايه ايه الغضروف اللي عندك تاني كده؟ الغضروف ضهري وفرقة بس فحاجة بتشد في دماغي في مناخيري كده ومناخيري بتحيجة صاعد انت وزنك كم كيلو حضرتك؟ وزنك كم كيلو؟ تسعين وطول الكام؟ مية كم ساستين طيب ايه بقى اللي بيشد في مناخيرك بتقولي؟ اعصاب حالا بيشد في دماغي كده السيدري كده ويطالع كده ومنما دماغي فوق في الوسطانية هو غضروف فين بالزبط حضرتك؟ فأني فقرة في دماغي في رقابتك في اسفل الظهر وفرقابتك اللي اتنين؟ او طيب مش حاجة تاني؟ نعم تشكريني طيب بصوا حضرتك بقى يعني خليك معي اول حاجة لو انت تابعت الحلقة من البداية احنا قلنا كل الحاجات اللي هي بتحارب او مسببات الميكروبات والفيروسات بشكل كبير جدا وتكلمنا عليه وقلنا زي ان احنا نقوم جهاز المناعة وزي ان احنا نساعد مع الادوان اللي احنا منكم نستخدمها ولكن اي دوة في الدنيا مكونات عبارة عن موضة حياة وفيتامينات او مكمل غذاء او مضاد الالتعبات كل الحاجات دي احنا قلنا عليها ان هي موجودة داك الاغذية نفسها وموجودة داك الخضروات والفكة اللي احنا بنقولها ولكن نقولها زي ما هي ونبعد تماما عن مياه الغذية والحلوات والانقصرات والحلويات اللي هي المصنعة كل الحاجات دي لازم نبعد عنها والحاجات اللي هي السليمة لازم نقرب منها ونخليها في بيوتنا بشكل كبير جدا اولا بنت حضراتك لازم دايما او كل يوم تستخدم معايا معلقة عسل الصبح عريق مع بعض من حبة البرقة ولياكن 10 جرام اطحنين يعني هجب معلقة اطحنها واخد منها حاجة بسيطة خالص واستخدمها مرة الصبح ومرة بالليل يومين طبعا دا مع متابعة الطبيب بتاعها طبعا بالنسبة لحضراتك 90 و160 دا وزن وطول طبعا انت عندك وزن زيادة لازم الوزن دا ينزل شوية بعدما الوزن دا ينزل شوية هتبتدى ترتاحي ولكن لازم تستخدم بعض الزيوت والحاجات اللي هي تقوى عندك العظم بشكل كبير ومن ضمن الزيوت اللي انت لازم تستخدميها على موضوع الغضريف هتستخدمي زيت الشطة والزن الجبيل والقرنفل والقفور والنعناع بالنسبة متساوية كل الزيوت دا هتستخدميها يومين مرتين في اليوم صباحا ومساءا بالنسبة لمشاكل الانف اللي عندك هتجيب اصنص النعناع وتبتدت حط منه حاجة بسيطة خالص تحت الشارب على طول او تحت الانف على طول دي برضك من الحاجات اللي هي ممتازة جدا جدا طبعا يا جماعة كل اللي احنا بتتكلم عليه النهاردة دا دا خاص بكل ما هو فيروسات والجرسيم وبكتيريا وتفايلات او فطريات طبعا كمان من الحاجات اللي هي بتنقل العدوى يا جماعة اللي هو اقرى البابان اقرى الباب بتاعت شائتك اقرى الباب العربية من الحاجات دا كلها الجرسيم والبكتيريا والفيروسات سكنة في كل حاجة عندنا بملايين يعني بكميات كبيرة جدا فاحنا عشان خاطر يبقى عندنا جيش قوي يحارب دا لازم اول حاجة ان احنا نتقوى جاز منها وافتكروا يا جماعة التركيبة اللي انا قلت لكم عليها قبل كده اللي هي خاصة منتجات العسل اللي انا قلت لكم لازم تجيبوا عسل النحل وتجيبوا معاك زي الملكات وتجيبوا حبوب اللقاح والبروبيز نمي الحاجات المهمة والجميلة جدا اللي احنا لازم نستخدمها وما تنسوش ان انتوا كل فترة حاول ان انتوا يعني تحتجموا لان موضوع الاحتجام في الوقت دا كويس جدا طبعا اكر حلقتنا هقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مردت فوش فين طبعا يعني نحاول على قد مناظر ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى لان الرجوع لربنا سبحانه وتعالى دا الواحده شفاء على الاقل في الابتلاء اللي احنا فيه وشكرا اللي حلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة